السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشباب اخباركم ايه ان شاء الله هتكونوا خير. الفيديو ده ان شاء الله هتكلم فيه عن الموديول الجديد وهو انجليش از فورنر. اه هو حاليا في النسخة البيتا متاعه. فهتعالوا نتكلم سريعا ايه فكرته. وهو ليه اصلا موجود في الوب سايت. طيب اه نجاوب على السؤال هو ليه اصلا موجود في الوب سايت لان هو ببسطة شديدة جدا انت اي حد بيشتغل في مجال عموما اه لازم يحسن نفسه من مستوى في الانجليش. طيب الوب سايت دوت هيبقى على ايه? الوب سايت هيعدى على كزا مرحلة بس حاليا يعني احنا شغالين في اهم مرحلة او ديت الحاليا الموجودة وهي جزئية الكلمات او انت مفروض ان انت يعني لو انت ضايا خالص في او في الانجليش عموما بس حافظ كم كلمات محترم هتعفظ تعمل بالانجليزي كواز جدا سواء انك تتكلم او تسمع او تقرأ او اي نوع الكميونيكيشن مع الانجليش هيحسن مستوى بشكل رهيب. فالفكرة في الموديول دوتنا ان انت عندك اه مجموعة من التوبيكس كل يوم تقريبا ممكن نضاف او اتنين. اه بتخش تشوف الكلمات اللي جوها بتشترك فيها اه بتشترك في التوبيك نفسه وبعاكد تبتيج تزود كلمات لو هي مش معجودة بتاخد عليها اه ريوورد. بتبقى غالبا الف ريوورد على الكلمة الواحدة بتيدوس على اه ريوورد. طيب قبل ونتكلم عن نيو ريوورد عن التكلم على نقطة معينة حتة او السعر الطوبيك بقى ماشي ازاي. لو لقيت الايكونة ديت اللي هي لو بصنا كده عليها مطلوب دي فكريتها ان انت اي طوبيك ام في الايكونة ديت معناها ان سعر الطوبيك دوت عشان تشترك فيه بيتوقف على حجم او عدد الكلمات اللي موجودة جوها. يعني مثلا. الطوبيك ده فيه اربعة وثلاثين كلمة. فهو السعر بتاعه اربعة وثلاثين الف لان انت عندك اربعة وثلاثين في الريوورد بتاعت الكلمة اللي هي الالف فبقى اربعة وثلاثين الف. فاي اي طوبيك في اه اه وورد معينة وهو السعر بتاعه بيبقى على حسب الكلمات. يعني مثلا ده ما فيش فيه ولا كلمة. فهو حالان فري لانهو انكريمينتال كوست. لو في طوبك اه ما فيش في ايكون او علامة الانكريمينتال كوست دي تيبقى معناها نشعر بتاعه ثابت. ريجارلز بقى عدد الكلمات اللي موجودة جوها. فديه حتة الخاصة بيه البرايسنج. هنا ده بدي لك الاجمال للكلمات اللي موجودة حاليا. ده ترتيب المواضيع. يعني سواء عايز تخليها ترتيب اه تزاموني او ترتيب ابجدي. اه ده بالنسبة للمواضيع. طيب المواضيع نفسه بتيتخش عليها. بتبتيت تشوف الكلمات. برضو نفس القصة انا عندك ترتيب تزاموني. يعني من اخر حاجة كلمة اخر كلمات دخلت او نترتبتها تبقى بجدي براحبك. عندك دي او دي. اه بتشوف الكلمات اللي عندك هنا. بقى في هنا شور ديسكريبشن. لو في اي حاجة للا. عندي مسلا فامل تري شعرة العيرة. مجموعة من الكلمات مع صوتها جنب بعض. اه بتبتيت تقرأها ومصنط تقرأها بشكل كويس. اما في تحاجزة كده تحاول تكتبها بنفسك بايدك. مش انك تكتبها كمان على الكيبورد او بالموبايل. الحاجة التانية انت في عندك انك تضيف او 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 تضيف انك تضيف انت الكلمة مش موجودة. يعني مسلا لو كرابت مسلا الموبيل وزي ما الموجودة اياتها مفنوة هتطلع لك اه اه ارور ان الكلمة دي موجودة بلكده. او ارمال. فقلك الورد فدية معناها الكلمة موجودة. فنفس الكونسيبت انت بضيف كلمات. اه وكل ما بضيف كلمات انت بتاخد عليها. بس الكلمة بتعملها بريفيو. او لو جينا قرأناها. كلمة بتعملها بريفيو قبل ما تتعرض للناس. عشانا نتأكد ان الكلمة تمام ما فيش فيها اخطاء ملاية ولا خيات. طيب. اه سؤال تاني. ده دكشنري? لا ده مش دكشنري. لان الفكرة في انت بتجمع كلمات محددة انت غالبا يعني او ملي هتستخدمها بشكل ما وباخر. فهده مش دكشنري. احنا نجيب موضية معينة. بتبقى غالبا هتستخدمها في حياتك اليومية. ونبتدي نضيف فيها الكلمات بتاعتنا. ان شاء الله في الفيديو القادم للموديول دوت هيبقى في مرحلة جديدة اضافت فيه. هنتكلم معنا في الفيديو جديد. في نقطة اخيرة بس قبل ما اقفل الموديول دوت. في هنا اوبشن تاع للناس اللي شاركت في الكلمات او في الضفت الكلمات في التوبيكس. فانت ما بضيف الكلمات بيدي لك ايه زي مين اعلى الناس اللي اضافت الكلمات والريوردز اللي هم اخذوا. وبس كده يعني ايه التابة دايما نصفها اول باول لو في اي ايه توبيكس اللي جيها اضافت ايه هتشترك فيه قبل ما سعرها يغل. الفكرة انت ده 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 فري لو انا اشتركت فيه. خلاص انا اشتركت فيه. اللي اي كان استير التاور او زاد بعد كده مش هيفرق معي. لان انا خلاص اشتركت فيه. فالسار بتاع او زاد او قلد على الناس اللي هي لسه هتشترك مش الناس المشتركة. ونشوفكو على خير ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة والله وبركاته.